طب إيه الصفقات كده أسماء يعني عايزة أسماء صفقات حضرتك ترشحها للزمالك إن شاء الله لو القيد تحلي يعني بوسي يعني أنا مشايف ولا العيب في مصري يستحق إن هو يجيل بس ما فيش أي حد يا كابتن لفت نظرك خالص أي حد يبقى في الزمالك يعني لازم أجيب نجوم تقيلة نادي الزمالك محتاج صفقة من العيار التقيل وليس من اللعيبة الكويسة في فرق ما بين إن أنا ألاقي لعيبة كويسة هنلاقي طب قوليني منتخب مصر مين حضرتك شايف إن في ندرة يعني في العيار هتلي منتخب مصر مين البكري بتاع منتخب مصر عمر كمال عمر كمال من عمر كمال اللي كان بلعب وينجليف آه اللي كان أصلا وينجليف حطته بكرا آه يعني ما هوش آه بالظهر باستقل هيك وكان قابله أكرم توفيق اللي هو أصلاعب وسط ملعب هو أصلا نص ملعب آه فمش لاقي حضرتك جنب يعني الوينش عو دلوقتي بتجيب بتلعب من محمد محمد عبد المنام عبد المنام طب من التاني متغير كان أحمد حجازي تصاب كان الوينشي وتصاب بالظهر عندك فتوح طب مين اللي احتياط بتاع فتوح ومين اللي احتياط بتاع الباكرايت صحيح طب مين اللي احتياط اللي السرد باكين طب نص ملعب الديفندرات هنقول فلان وفلان موجودين طريق حامد طب طريق حامد خلاص يعني كبر النهاردة كم سنة 35 ولا 36 استحال انه يقدر يديك الطاقة بعد كده البطرة اللي جاي طب عندك يعني لما يبقى طريق حامد ستة و 30 سنة في المنتخب يبقى فيه شيء غلط مفيش حد صغير مفيش يعيب من طارق هو تفوق من طارق لكن ايه في ادارة الاختيارات اللعيبة او توزيف اللعيبة بشكل يتلائم مع امكانياتهم مع الفلوس اللي بياخدوها مع حاجات كتير قوي فتيجي ببص تلاقي ادي القماشة اللي عندك بتعتمد لسه على محمد صلاح طب فين البديل بتاع محمد صلاح طب فين البديل بتاع اللي قدام مصطفى محمد ما عندكش فروت في مصر لحد دلوقتي زي مصطفى محمد